تعرفي التشاؤم في الأرفاظ ده عامل زي المغناطيس اللي بيجذب نحو الإنسان المصايب صح ولذلك يقول لي ده دوله دليل شرع يا موني أصلي علماء النفس فسروا إنه ده حقيقة وعمل لك The Secret وعملوا قصة بس هل شرعاً أيوة موجود الكلام ده في الشرع وموجود بالتجربة وكان يعني من الحرس كالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه الفقل وكان إذا رأى أحداً اسمه وحش يعني اسمه وحش يؤمره بتغييره وقالوا البلاء موكول بالمنطق المنطق هنا مش معناه علم المنطق اللوجيك يعني المنطق هنا هو النطق يعني دعاود نفسك دايماً إن اللي يجري على لسانك الكلام الطيب لو بشرط على نفسك يبقى أنت كده زي نحن بنقول بالبلد دي كده بتفول على روحك البلاء موكول بالمنطق ده حديث؟ لا لا دي حكمة كده منقولة احفظ لسانك أن تقولة فتبتلى إن البلاء موكول بالمنطق ده من إنسان يقدم الطيب إن شاء الله يكون خير إن شاء الله ربنا يجبر بخطرنا إن شاء الله أنا عارف أن يعني ربنا أبداً مش هيخزولنا لكن تيجي تسألي واحد مثلا أنت عملت إيه؟ يقول لك لا أنا صائد صائد أنا عارف إيه لحظة بفيش فايدة ليه يا ابني المجاعر السلبية هي الموضوع مش نقصك أصلاً يا نهاية شكرا